لن ترفع وزارة الاقتصاد السعر عن 7500 أو ممكن توصل على العشر تلاف وأكتر هلا أنا لحعمل كل الحرس أنه هيدا السعر إذا بده يرتفع يرتفع بنسب مقبولة بس ما يرتفع بهوامش خيالية قديش الهوامش الأقصى عشر تلاف لا ما في يعطيك رقم صراحة ما بقدر بعطيك رقم لحد ما نوصل لنتيجة برفع الضريبة الجمركية عن الطحين وبدء العمل بهيدا الموضوع ساعتها بتبين معنى الأرقام كيف بتقدر لأنه ما زال القمح يعني مدعوم هلا عم بشتغل أنا مع بعض الوزراء المعنيين ودولة الرئيس على الـ 14% اللي هي محطوطة على استيراد الطحين هو الطحين عليه 14% جمرك هيدا ما المفروض يكون عليه 14% جمرك برح تنزل نحن عم نسعى لرفع هالضريبة الجمركية لنقدر نستورد الطحين لأنه استيراد الطحين بيعطي الدولة القدرة أكتر على التحكم بسعر الخبز بس أنا الحل اللي عم بشتغل عليه مع جهات منحة اللي هو فعلا بيبعد عننا كل هذه الصعوبات اللي هو إمكانية إعطاء هبات على مدى سنة سنتين أو ثلاثة لأجتيازها المرحلة شو هي الهبات؟ هي هبات أمح يعني اليوم نحن في دول كتير مين تجاوب معكم بهذا الطرح؟ هلأ نحن على تواصل مع الأمريكان نحن على تواصل مع الهند نحن على تواصل مع تركيا وبعض الدول الأخرى يعني الدولة بتبيع الأمح ساعتها؟ لا ساعتها نحن بناخذ هبات مباشرة لأنه كميات الأمح عنا نحن كاستهلاك محلي بلبنان منا كتير كبيرة يعني اليوم دولة مثل أمريكا من أهم دول بالعالم لتصدير القمح يعني إذا عفوا عم أطشك إذا اليوم يجاكن هبات أمح بتوزعوها بالتساوي على الأفران وعلى المحال وبعدين شو بتصير ببلاش للمواطن ربطة الخبز؟ هلأ ما حقول ببلاش بس على القليلة ممكن تنزلنا الكوست بنسبة كتير كبيرة لأنه نحن بيكون وصل لعينا بتصير بشي عيني إذا الأمح ببلاش نحن هيدا أملنا يعني نحن أملنا نقدر نرجع نرجع على مطرح يمكن اللي كانت عليه أو أعلى بشوي قبل هالأزم يعني منرجع على الألف وخمسة والألفين؟ إذا أخدنا الهبات أنا أبأكد لك أنه منرجع ننزل لهوامش كتير قريبة بس فيه تجاوب من الجهات فيه تجاوب وجار العمل على الموضوع ولأنه الكميات اللي نحن منحتاجها في السوق لبناني مش كتير كبيرة نحن متأملين أنه تجينا على أمل